تفرغ للتركيز في مباراة الدوري لأنه برضو دي جزئية مهمة جدا وبعد كاما ييجي وقت المباراة نهائية إن شاء الله نكون متأهلين نتكلم فيها براحتنا نشكر كريم شكرا جزيلا أنا عندي بقى أي تعليق على كم حاجات نبراح كانت مباراة الوداد مع بيترو أتليتكو بصراحة بيترو أتليتكو أطاعوا الوداد أطاعوا الودادة مش بهزر اللي اتفرج على المطش هيعرف كذا الوداد تريبا راح بكورة أو كورتين واحدة جاب منهم هدف من ضربة ركنية يعني كورة سابتة في معادة ذلك بيترو أتليتكو عملوا يعني محاولات كتير جدا على المرمى كورات في العرضة الشغل كان كويس جدا فيه كورة في نهاية الشوت الأول كانت النتيجة واحد واحد وهم اللي تقدمهم بالمناسبة فيه كورة في نهاية الشوت الأول لو كانت جات هدف كانت المباراة دي تقلبت كانت النتيجة اعتبتين واحد الشوت الثاني كان يعني فريق الوداد هيبقى العصابه أكتر من كده جمهور الوداد طبعا جمهور كبير جمهور محترم كان موجود وبيأذر في القطب منتهى القوة يعني لكن في كل الأحوال أنا عندي للأسف استغراب من أفضل حكم في القرى الأفريقية هو فيكتور جوميز أفضل حكم في القرى الأفريقية محدش يختلف على كده وهنا التساؤل برضا هو ليه أصلا حكم ورادي أفضل حكم ده مفروض يحط في المباراة النهائية لكن ما علينا هنتكلم في وقته في وقته كل حاجة هنتكلم عنها في وقتها لكن في نفس الوقت الرجل المبارح تغاضى عن انذار تاني للعب يحيى أعطية الله يدي له كارت أحمر ويبعد عن المباراة النهائية كانوا ياخد انذار وبعدين الكرة جات في إيده مش جات في إيده بقى بدون قصد لا ده هو لعبها بإيده يعني أنا دلوقتي ما عندنا نشأ الحقق إن إحنا إيه نعرض لكم اللقطة طبيعية لكن أنا جايب لكم صورة الرجل اللي يحب الكرة بإيده بإيده كده رقم 14 ده وفيكتور جوميز اكتفى بس بس رغم وجود الفار خلي بالك اكتفى إنه يروح يتكلم معا شوية خدوا كده قال له إيه اللي أنت بتعمله لها مبلاش بقى هترودك هنا في مباراة هائية على ملعبكو حاجة غريبة قوي حتى أنت يا جوميز حتى أنت الموضوع الموضوع بصراحة مش عارف ما عنديش أي تعليق أقوله غير إنه ممكن يكون مش ممكن يعني التواطق بنسبة كبيرة موجود من الاتحاد الأفريكي بالكامل لصالح توجه معايا وأنا هتكلم بتصراحات وبمواقف مهمة جدا وأشياء موثقة يعني لأنه برضو إحنا دايماً بنحب نتكلم في الأمور من هذا المنطلق لكن حتى فيكتور جوميزي غلط غلطة مش غلطة هي مش غلطة هي مش محتاجة هي إنذار تاني في طرد ما فيهاش ما تحاولتش تفكر إيه اللي خلاه ما يطلعش إنذاري تاني أنا مستغرب مستغرب جداً بصراحة في المقابل مستغرب جداً بلد